عن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه صافي عوائد مهرجان العالمين حيتم التبرع بيها لمبادرة حياة كريمة الشركة المتحدة أعلنت في بداية موسم الصيف انطلاق مهرجان العالمين وإحنا بنكلم حضراتكم عنه طول الوقت بننقل لحضراتكم الأجواء من الدورة الأولى لهذا المهرجان اللي طبعا من الدرجة الأولى بيهدف للترويج السياحي لمصر وبيضع مدينة العالمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية فرص استثمار واعدة موجودة يعني فرص عمل يعني عظيمة الحقيقة شفناها شباب زي الورد بيشتغل هناك طاقة مفيش بعد كده استغلال هذه الطاقات واستغلال القوى المصرية الناعمة ممثلة في الثقافة والفنون والرياضة اللي احنا شفناها في الفعاليات اللي تابعناها مع حضراتكم من بداية المهرجان الشركة كمان أكدت أنه هذا التبرع إيمانا منها بالدور اللي بتلعبه مبادرة حياة كريمة علشان نوفر لأهالينا حياة طليق بيهم أهالينا من الفئات الأكثر احتياجا ونخفف عن الناس ونخفف عن كل مواطن في كل نجع وقرية وريف يقدر أنه يعيش حياة كريمة والمناطق العشوائية اللي كنا بنشوفها يعني ما فيهاش أي وجه من أوجه الحياة الكريمة ونشوفها بتتحول إزاي لما بتدخلها حياة كريمة ونشوف الصور قبل وبعد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأسري في كل القرى اللي دخلتها حياة كريمة الحقيقة دي مبادرة محترمة جدا من الشركة المتحدة تؤكد فهمها الجيد والشديد لحقيقة المبادرة الرئاسية وقيمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تؤكد أن كل مواحد فينا لدور كل مؤسسة في البلد دي عليها دور كل شركة في هذا الإطار عليها دور لازم تعمله علشان نقدر نبني بلدنا علشان نقدر نحقق الحياة الكريمة لهذا الشعب اللي بيستحقها نخفف عن الناس في كل مكان على أرض مصر الطيبة سعيدة بهذه المبادرة وسعيدة بمهرجان العالمين اللي بيغير خريطة السياحة العربية والعالمية وبيضع مدينة العالمين على هذه الخريطة وبمنافسة قوية وشديدة بنشوفها على مدار أيام مهرجان العالمين المستمرين مع حضراتكم ومتوصلين في نقل فعلياته الأستورية والاستثنائية طول الوقت